تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأراضي البديلة المخصصة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة الشمس الحكمة في مدينة رأس الحكمة وخلال الجولة وجه رئيس الوزراء بأن تكون كل العقود التي سيتم تسليمها للأهالي مسجلة ومخصصة بالاسم لكل مالك منهم كما كلف مدبولي محافظة مطروح بأن يعرض عليه خطة تسليم الأراضي البديلة بشكل يومي وكذلك تحديد ملكية كل مستحق ممن سيتم تعودهم لإسراء الخطة في هذا الملف ووعد رئيس الوزراء الأهالي بتنفيذ آية مطالب لهم حيث طالب الأهالي بإنشاء مدرسة تجربية بالمنطقة وودها رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ هذا المطلب وحرص رئيس مجلس الوزراء على زيارة المنطقة المخططة لأهالي قبلتي السنفرة والزعيرات والتي أصبحت جاهزة لتسليمها للأهالي المستحقين واستمع إلى شرح المفصل من وزير الإسكان حول موقف تسليم الأراضي للمستحقين بمنطقة شمس الحكمة